الصديقة التالية معنا في الستوديو كل اثنين نيلة صليبي صباح الخير خوفتنا اليوم من الصداقة انا ما خوفت من الصداقة هذه الصداقة حسب زكربك اذا الموضوع يتناول الضجة الكبيرة اللي شاهدناها وستمعنا اليها خلال هالأينا ونستمر وستستمر واخيرا مصول هذا الاسبوع بعد يومين مارك الشهير زكربير اذا على قضية الفيسبوك زك 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 خبرين شو اخر التفاصيل قبل ما نروح على اخر التفاصيل بحب وضح شغلة صغيرة يعني خلال مشاهدتي لبعض التقارير وقراءتي لبعض التقارير بالدول العربية اول كلمة عم بسمعها كانت كلمة اختراق اختراق لا الحسابات على موقع فيسبوك القضية ليست ابدا قضية قرصنة ولا قضية اختراق يعني ليه بياناتنا يعني ما حدا ما حدا قدر دخل على خوادم زكربيرج او فيسبوك لحتى يقرصن انما صارت العملية بقصة معقدة اكتر من هيك بكتير يعني صرنا هلأ بالطريقة نقول القرصنة صارت سهلة وهالقضية هيدا قضية معقدة بلح ارجع وكرر وعيد شو اللي صار اللي صار انه صار في استخدام لبيانات اشخاص هن وافقوا على اعطاء بياناتهم لتطبيقات طرف ثالث تستخدم فيسبوك يعني تستخدم منصة فيسبوك اول شي قالوا انه هناك شركات وقدرت تدخول الى بيانات المستخدمين هي الشركة الاساسية اللي نحكى عنا هي كامبرج اناليتيكا هلأ في شركات تانية بس كامبرج اناليتيكا اللي صارت انه شخص باحث بكمبرج اسمه أريكسندر كوغن اخذ هال تطبيق طور تطبيق اسمه This is your digital life This is your digital life يجمع كل البيانات اللي انت بتستخدميها يعني هي نوع من تجربة والشخص يلي بده يجرب هالتطبيق هذا وشو هي حياته الرقمية على الانترنت اخذ هالتطبيق وحط بياناته فيه وهالتطبيق هيدا من خلال بيانات الشخص المستخدم اللي كانوا هنا تقريبا 200.061 مستخدم أو 71 مستخدم 200.000 يعني 200.071 أو 200.061 هلأ ما منا يذكره في التصبيب اضحيح انت شو دقيقة فقدر من خلال هالبيانات هيدا يفوت من البيانات المستخدمين على بيانات مستخدمين تانين يعني بتعرفي هيدا النتورك يعني هيدا الشبكة بس بدون موافقة الآخرين بدون موافقة أول شي بدون موافقة المستخدمين وبدون موافقة فيسبوك لأنه فيسبوك يبدو أنه كان معه خبر سنة 2015 لأن العملية بلجت من 2014 يعني تحضيرا ربما للانتخابات ما بعرف لأنه كامبرج أناليتيكا وراها كان ستيف بانون وميرسوريا اللي هو من أكبر المنمولين للحملات الجمهورين وحوالات ترامب بالولد المتحدة الأمريكي ولكن مآثر هالشركة هيدا لم تتوقف فقط على قصة انتخابات الولد المتحدة الأمريكية ولكن بدول عديدة تقريبا 22 دولة فالسؤال انطرح أنه كيف تاخدوا هالبيانات هيدا أخدوا هالبيانات درسوا استهدفوا فيها البروفايل يعني أنت شو النموذج طبعك شو بتعملي وين بتعملي لايك وين بتططع تعليقاتك وين شو هي القصص البيتشاركية أكتر شي يعني كل هالأمور هيدا اللي بيسجلها فيسبوك أخدوها وعملوا عليها تحليل لحتى عملوا مثل نوع من النموذج سيكولوجي يعني بروفيل سيكولوجي للمستخدمين ليشوفوا هالمستخدمين أي اتجاه إلن اتجاه جمهوري اتجاه ديمقراطي اتجاه فاشيستي اتجاه إلى آخره وصار يواجهولن يعني المعلومات اللي بتناسبون وحتى البروباجندا إذا بدك بينها مزدوجين أنه يقدروا هني كمان شو هي أكتر شي بيشاركوها هون كان السؤال أنه وأتحكينا قصة أنه تلاعب بوتين بالرأي العام الأمريكاني من خلال الأعلانات ومن خلال خوارزميات فيسبوك وهون مسؤولية فيسبوك بقصة الخوارزميات اللي هي مانا شفافة بصة أنه عدم حماية البيانات أنه استلشة كتير يعني استهتر كتير بقضية أنه تستخدم هذه البيانات وموجه لهم إلا بس انظار أنه محي هالبيانات اللي عندك وما راح أبعد من هيك بعدين هلأ نزلت على السماء على راسه أنه لازم يصور يكون في حماية أكتر أنه أنت القصص اللي عم بتشاركه على موقع فيسبوك إن كان للتطبيقات الطرف الثالثة اللي هي عم تحصد البيانات إنك توقفها وهذا اللي صار إنه صار عم بيوقف هلأ كل التطبيقات الطرف الثالث وبعدين إنه هلأ الموجه عليه إنه كيف بدك تحمل البيانات بدل ما تكون مثل ما بقوله البرايفاسي اللي هي طرف جانبي تكون هي بايد ديفوت يعني نحن مثلا هلأ تلقائيا بس نفوت على فيسبوك بيكون في قصة تلقائيا المشاركة لأ هون لازم يكون تلقائيا حماية خصوصية المستخدم إنه هو شو بده يحط على فيسبوك شو هي البيانات يعني هون بدت بقى تقريبا القانون الأوروبي يلي مفروض هلأ يعني هلأ بتقريبا سبع دول ملاحقينوا بأوروبا لفيسبوك ولا جوجل ما تنسوا كمان جوجل أخطر بكتير من فيسبوك إنه يكسرون ويخالفون قوانين الحماية 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 الحصوصية للمستخدمين على الإنترنت فمن ضمن هالأمور هاي إنه يكون الحماية الخصوصية هي المبدأ مش التفصيل فهون المستخدم يعني مثلا يكون واضحين بالأمور إنه أقل كل شي بتعملوه على فيسبوك يعني بتعملو بتحطو لايك بتحطو زعلانين بتحطو تعليق بتعملو بتعملو مشاركة هاي دي كلها بالنسبة لللي عم بيدرس هالبيانات هاي دي هاي دي تحليل للسيكولوجية تبعيد كون يعني تقريبا كيف يعني مثل ما قلت هلأ أخدوا البروفيل قدروا يحللوا شخصية يعني فيه شخصيات أو أحرار فيه عندهم بيقدروا يستغلون هاي عملية الاستغلال نعم هاي كون القصية كانت قضية غير أخلاقية بمعنى أنه هون دخلنا فعلا لما نقلك تهديد للديمقراطية وأنك أنت تتلاعب بمشاعر الناس وسبقوا حكينا أنه فيسبوك تلاعب بمشاعر الناس بشكل كمان غير أخلاقي فهون القضية قضية أنه ركض ورا أنك تاخد تعامل نموذج اقتصادي لخدمة تستخدم فيها البيانات وخصوصية وحميمية الناس هاي دي قضية غير أخلاقية دجا يعني إذا بنا نقول فيسبوك كان هو أول واحد استخدمه يعني ما يتخبى ورا أصبعه مارك زوكربيرغ كان هو أول واحد استخدمه لما صالحه الشخصي وكنت عم تقليلي أنه صارت فضيحة بهاليومين أنه كشفوا أنه الرسائل الخاصة على ميسنجر طبعيته يلي بده يمحيها محيها بينما المستخدم ما بحقله يمحيها وهو بظليه محفوظة بخوادم فيسبوك يعني شوفي هون تلاعب لحده دوان يعني هن أخدينا أنه نأ ما معنا خبر وهو إن كان مارك زوكربيرغ ولا شيرل ساندبورج اللي هن المسؤولين الكبار عن الفيسبوك حاليا صاروا هلأ مضطرين يوقفوا قدام المجتمعات قدام الدول قدام الحكومات ويقولوا نحنا شو عملنا وحكينا وقتا قلنا لك أنه كتير أشخاص من داخل فيسبوك قالوا نحنا خلقنا فرانكشتاين نعم إذن سيمسل يوم 11 ما بنعف إذا سيمسل ولا حيبعت مخامي السؤال الوحيد هلأ أنتم مستعدين تتخلوا عن فيسبوك هيدا السؤال هيدا السؤال هيدا السؤال اللي كل الأشخاص عم تسأل لأنه للأسف رغم موجود شيء اسمه دياسبورا ما وصلنا لنقدر نلاقي منصة مشابهة لفيسبوك فيا شباب همتكن يا مطورين همتكن أنكم تخلقوا منصة مشابهة بس لكن تحترم أكتر حرية وحماية بيانات الناس شكرا لتوضيحاتك يا الله صليبي شكرا